تعالوا بقى ندخل على المهم وهو الغزو الأمريكي للعراق بعد اكتياح العراق للكويت فضلت الأمور مشتعلة لحد عام 2003 واللي بدأت أمريكا وبريطانيا غزو العراق بزعم الإطاحة بنظام صدام حسين في مارس 2003 يعني بالضبط من 20 سنة كده زي الأيام دي كانت ليلة سقوط بغداد من أظلم الليالي على الأمة العربية والإسلامية ولا تقل عن سقوط بغداد في إيد التطار اللي مر عليها 9 قرون تقريبا كان فيه عدة مزاعم للولايات المتحدة وبريطانيا اتخذوها ذريعة للغزو ده واللي اعترف قادة الغزو بعد سنين منها إنها كانت مجرد أكاذيب من بين الاعترافات مثلا اعتراف اللورد بيتر هاين وده كان عضو في الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير أيامها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد حرب العراق في مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي كان بينائش قرار بإلغاء التفوضات اللي بمجابها دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب اللي مر عليها 30 سنة وده بالتزامن مع سعي الكونجرس الأمريكي لإعادة تأكيد دوره فيما إذا كان هيبعت قوات تانية للقتال هناك ولا لا القرار بيتكلم عن إلغاء تفوض القوى العسكرية الأمريكية في حرب الخليج لعامي 1991 و2002 القرار مش هيتحول لقانون إلا في حالة ما إذا أقره مجلس النواب وهو حاليا وصل لأغلبية في مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يتم إقراره في مجلس النواب كمان حرب الخليج التانية انطلقت في يناير 1991 وأطلقها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ودخل فيها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم عاصفة الصحراء وكانت الحرب دي بمثابة حدث مفصلي في تاريخ المنطقة العربية ككل مش العراق بس اتأثرت بها دول كتير ودخلت في خلافات منها الأزمة الشهيرة في السماح لدول أجنبية بمحربة دولة عربية مسلمة وظهر على خلفية الموضوع ده جيل كامل من الجماعات الإسلامية في الخليج العربي خاصة في المملكة العربية السعودية اللي شاهدت الحقيقة سجال فقهي بين أطراف متعددة يمكن السجال ده لسه شغال حتى الآن نرجع بقى للسبب المباشر للحرب اتهمت دولة العراق دولة الكويت بسرقة النفط العراقي بطريقة ملتوية فكان قرار اتحام الكويت ساعتها الدنيا تقلبت ومجلس الأمن طالب القوات العراقية بالانسحاب القوات العراقية رفضت وقتها الانسحاب فكان التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واستعانت قوات التحالف بالقوات البرية بجانب الهجوم الجوي على العراق والكويت ووصل الأمر إلى أن القوات العراقية صعادت من عمليتها وأطلقت صواريخ سكود على العاصمة السعودية الرياض وكذلك على إسرائيل في قلب تل أبيه الموضوع انتهى سريعا بعد عدة شهور بنسحاب العراق من الكويت وبكده ممكن نقول أن عصفة الصحراء انتهت لكن من ناحية تانية زادت أطماع الولايات المتحدة في المنطقة وقررت أنها تلبت هناك ما تتحركش وتعمل قواعد عسكرية جديدة علشان تستفيد كالعادة من فرض هيمنتها على العراق اللي دخلت الحياة في دوامة كبيرة جدا لسه شغالة إلى الآن ولا يعلم إلا الله إمتى هتنتهي سبب الخلاف كان قديم حبتين ونقدر نقول أنه من مراث الاحتلال فالعراق نالت استقلالها عن بريطانيا سنة 1932 وفضلت الكويت تحت الاحتلال لحد سنة 1962 ساعتها الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم طالب بضم الكويت للعراق باعتبار أنها محافظة عراقية الاستعمار الإنجليزي فصلها عن البلد الأم والفكرة دي بدأت بعد استقلال العراق نفسها سنة 1932 أيام الملك غازي بن فيصل ابن الحسين اللي حاول التأكيد على النقطة دي في سنة 1963 بعد ضغوط طويلة اعترفت العراق على مضت باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها بحضور الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي في الفترة دي واحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي وتيجي سنة 1972 تتجدد الأزمة مرة تانية باعتداء عراقي على نقطة أمنية في الكويت اسمها مركز الصمتة وتعد المشكلة زي اللي قابليها وتيجي بقى حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران اللي دخلت فيها السعودية والكويت علشان يدعموا العراق خلال فترة التمانينات بحوالي 14 مليار دولار العراق كان عامل حسابه أيامها إنه هيسدد الديون دي من خلال رفع أسعار النفط وهنا ظهرت مشكلة كبيرة في موضوع التنقيب عن النفط بين العراق والكويت واتهمت العراق ساعتها الكويت بأنها بتقوم بأعمال تنقيب غير مشروعة داخل أراضيها في الحقل المشترك اللي بينهم اللي هو حقل الرملية في العراق والرتقة في الكويت وقتها قدر صندوق النقد الدولي إنه يقدر حجم الديون العراقية للكويت اللي وصلت 60 مليار دولار فبدأت الأزمة تتصعد وأعلن الرئيس العراقي صدام حسين إن الحرب العراقية الإيرانية خلال فترة التمانينات كانت للدفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي وبالتالي من حق العراق الحصول على تخفضات أو منح مقابل خسائرها في الحرب الموضوع كبر بصورة غير طبيعية إلى أن أعلن صدام حسين عملية الاجتياح البر للكويت اللي سيطرت العراق على مراكز رئيسية في قلب الكويت وأثارت العملية موجة عالية جدا من ردود الأفعال العالمية تعالوا بقى ندخل على المهم وهو الغزو الأمريكي للعراق بعد اجتياح العراق للكويت فضلت الأمور مشتعلة لحد عام 2003 واللي بدأت أمريكا وبريطانيا غزو العراق بزعم الإطاحة بنظام صدام حسين في مارس 2003 يعني بالضبط من 20 سنة كده زي الأيام دي كانت ليلة سقوط بغداد من أظلم الليالي على الأمة العربية والإسلامية ولا تقل عن سقوط بغداد في إيد التطار اللي مر عليها 9 قرون تقريبا كان فيها عدة مزاعم للولايات المتحدة وبريطانيا اتخذوها ذريعة للغزو ده واللي اعترف قادة الغزو وبعد سنين منها إنها كانت مجرد أكاذيب من بين الاعترافات مثلا اعتراف اللورد بيترهاين وده كان عضو في الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير أيامها اللي قال إنه صوت لصالح الحرب علشان كان فيه معلومات استخباراتية بتقول إن صدام حسين كان يمتلك أسلحة ضمار شامل وإنه استخدمها بالفعل ورجع بعد سنين يقول إن المعلومات الاستخباراتية دي ثبت إنها كانت خاطئة تماما وقال إننا رحنا لعراق بسبب كذبة الكلام ده تقالي أخوانا بعد 13 سنة من الغزو لما ظهر تحقيق بريطاني ترقصه السير جون شيلكوت عن الحرب وأكد إن المعلومات الاستخباراتية ما أثبتتش بشكل قاطع إن صدام حسين كان عنده أسلحة كيموية وبيولوجية أو إنه اشتغل في تطوير الأسلحة النووية تخيل كده بعد 13 سنة من احتلال بلد بأكمله وتشريد شعب كامل يطلع الأمريكان وبكل بجاحة وبكل بساطة كده يقولوا معلش إحنا كان عندنا معلومات غلط هل اكتشاف العبقاري ده خلّهم يعوضوا العراقيين عن الكوارث اللي عملوها في حقهم الكلام ده ما حصلش بل فضل احتلال العراق سبع سنين تانيين لغاية دلوقتي علشان نكمل النهاردة بالضبط 20 سنة من غزو واحتلال العراق وبعد كده يتفضل علينا أولاد العم سام بمنقش التفويض بإنهاء الغزو ومستنين بسلامتهم بقى موافقة المجالس النيابية اللي هناك وبعد كده بقى يتفضل علينا أولاد العم سام بمنقش التفويض بإنهاء الغزو ومستنين بسلامتهم موافقة المجالس النيابية اللي هناك علشان يخرجوا زي الشعرة من العجين بعد ما خربوا البلد واستنزفوا ثرواتها وسرقوها ونهبوها وسلموها للخلافات المذهبية والجامعات المسلحة اللي منتشرة هناك في كل مكان دلوقتي بغداد الرشيد بغداد العلم والعلماء بغداد التاريخ والحضارة تكالب عليها كلاب الأرض لغاية ما أوصلوها للحال المزري اللي وصلت ليه دلوقتي بعد ما كان أهم ما يميز هذا البلد هو الأمن والأمان فيه النهاردة أصبحت العراق فوضى وعدم استقرار ودأهم سماته لكن هناك بصيص من نور بدأنا نحس به لعودة العراق مرة تانية من خلال مثلا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتر من مرة وأيضا بعض الزيارات السعودية وده مهم جدا فنسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يعيد إليه أمنه وأمانه وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة